نواصل تقديم هذه النشرة من الفضائية الجادية ترأس مؤخراً الأمين العام لإقليم البحيرة افتتاح الدورة التدريبية التي نظمت لصالح المسؤولين بالجزر الأربعة لمقاطعة بول وذلك بهدف حماية اللاجئين من العنف الممارس ضد الأطفال والنساء حضر المناسبة بعض من المسؤولين وممثلية المنظمات الإنسانية والحقوقية العاملة هناك تقرير خليل حسن صالح الحد من العنف الممارس ضد الأطفال والنساء وحماية حقوقهم هو سبب الرئيس لتنظيم هذه الدورة التي كانت بدعم من منظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق اللاجئين والصليب الأحمر الشادي وذلك في محاولة منهم للفت انتباه المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين والمنظمات الإنسانية حول هذه الظاهرة غير الأخلاقية التي تفشت في الآوينة الأخيرة بين أوساط المجتمع مناسق المشروع كلوت مينغا قال إن حماية اللاجئين والآعيدين المتمركزين في الحدود الكادية أمر يستدعي رفع كفاءة المسؤولين وتوعيتهم حول الطرق التي تتبعها المنظمة لحماية حقوق اللاجئين وبث الطمأنينة في نفوسهم أما الأمين العام لإقليم البحيرة إندولاسم بايميان شكر المنظمة وشركائها للاهتمام بهذا الموضوع وقال إن هذه الدورة تساهم بالتأكيد في تقليل العنف بشتى أنواعه مطالبة من المشاركين الاستفادة من المواضيع التي ستطرح خلال أيام الدورة هذا وستناقش الدورة العديد من المواضيع المتعلقة بالعنف وكيفية محاربته والتطرق للنظام القضائي في شات وبنوده المختلفة لمحاربة هذه الظاهرة